موسيقى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين صلاة تشرح بها يا رب صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وترد بها شر للفتن عنا يا أرحم الراحمين وبعد إخواني نستحضر نية طيبة لهذا المجلس لا يقبل الله عملا بلا نية وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله ورضوان من الله أكبر نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم اللهم أمين من وحي النبوة مع رسول الله صلى الله وسلم يتجدد لقاؤنا نسأل الله أن يشرفنا بخدمة دينه وأن يجندنا تحت لواء نبيه صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر الغفري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم اللهم أهدنا يا رب وأطعمنا يا رب يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم اللهم ألبسنا حلالا يا رب يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه الإمام هذا الحديث الرائع الطيب من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من الأحاديث القدسية فيما يرويه عن ربه حتى أن الإمام أحمد من حبه لهذا الحديث كان يقول هذا الحديث هو أشرف حديث لأهل الشام يا سلام أشرف حديث لأهل الشام لاحظوا بداية هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم ولا يحب الظالمين يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي يا سلام وجعلته بينكم محرما وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ وَلَيْسَتْ هَذِي صِيغَةٍ مُبَالَغَةٍ لا هذه اسم فاعل زين الجهر ظلام إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة لاحظ رب سبحانه وتعالى لا يظلم لا مثقال ذرة ولا أقل ولا أكثر بأنه حرم الظلم على نفسه وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا حتى قال بعض العلماء يستجيب الله لدعاء العبد المظلوم ولو كان كافرا الله أكبر إنه لا يحب الله الظلم لاحظ بداية الحديث يا عبادي والخلق كلهم عباد الله إني حرمت الظلم على نفسي تعرف على الله من هنا ولذلك هذه الشريعة عدل كلها اللي بده يحمل هذه الشريعة من العدل إلى الجور إلى الظلم قل لا هذه ليست شريعة الله هذا ليس دين الله هذا ليس هو الإله الذي نعرفه تصور بعض الإسلاميين عن إله قاسي إب يتولد لديهم مفهوم للدين قاسي هذا مرفوض الله محبة الله رحمة أول مبعث لنا رسالة يجعلنا فيها بسم الله الرحمن الرحيم منتصف كلمات القرآن وليتلطف آخر كلمة في القرآن الناس يعني هذا القرآن رسالة من الرحمن الرحيم ليتلطف بالناس الله أكبر إني حرمت الظلم على نفسه أبدا فيش ربنا عند ظلم العدل وليش ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها عشان نحب الله نحب الله ونتعرف عليه بأسماءه بصفاته بجماله بجلاله بتحنانه برأفته وبعدين هؤلاء الأنبياء هم مظهر لرحمة الله سبحانه وتعالى وبعدين قالنا كل الرحمة اللي بتشوفها هذه واحد في المية من التسعة وتسعين في المية لادخلنا إياها إلى رحمة يوم القيامة إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته يعني أحب أنا أقرأ هذا الحديث دائما أستشعر وأنا أرفع الأكف إلى الله كلكم ضال إلا من هديته اهدنا يا رب يا سلام سيدنا الإمام بن مسعود كان واحد من الصحابة بيشوفه هو بيصلي التهجد صلاة التهجد اللي بتكون بعد النوم قبل الفجر يوم الواحد يصلي له تمر ركعات تهجد زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فكان يشوف سيدنا بن مسعود هو في السجود إيش يقول أنا يا رب أنا يا رب أنا يا رب يا سلام فسألوا قال له إيش الدعاء هذا اللي بدوله في السجود تبعك بدول أنا يا رب في دعاء اسمه أنا يا رب فقال له رب سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا في هذه الساعة نزولا يليق بمقامه ويقول هل من داع فأستجيب له بقول له أنا يا رب هل من مستغفر فأغفر له أنا يا رب هل من طالب حاجة فأقضيها له أنا يا رب يا سلام الحديث بقولنا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أطلب الهداية من الله اللهم اهدنا يا رب فاستهدوني أهدكم يا سلام ربنا بقولنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إيش إذا دعان يا سلام فليستجيبوا لي يا جماعة وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اتحرك ارفع الأكف هذه ساعة رحمة ساعة قبول ساعة مغفرة اللهم اهدنا يا رب فاستهدوني أهدكم فليستجيبوا لي الله أكبر وليؤمنوا بي دائما عندما يخطر في بالك بعض الخطرات أن تقوم تتوضأ تصلي ركعتين لا شيء يقع في قلبك وتجد فيه قبولا أو خشوعا إلا هو وحي من الله إليك بادر إليه مباشرة اختنس هذه الهدية استقبل عطايا الله سبحانه وتعالى افرح بهذا العطاء من الله وهذه الهدية التي أرسلها إليك فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته يا سلام فاستطعموني أطعمكم اللهم أطعمنا يا كريم وارزقنا حلالا يا رحيم يا سلام فاستطعموني أطعمكم يا سلام سبحانه يطعم ولا يطعم دائما مفتخرون إليك يا رب الافتقار إلى الله قمة العبودية يا إخوة أن تكون دائما محتاجا إلى الله أو عم تكون معتمد على الجيبة ولا الراتب آخر الشهر لا اعتمد على ما عنده فما عنده هو خزائن السماوات والأرض وخزائن لا تنفد قيل لأحد الصالحين عندك مال قال لا قال له إذن تخشى الفقر كيف أخشى الفقر ومولاي الذي لهما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الله أكبر خلي عزك دائما بالله اجعل كل عز لك بالإله يستقر ويثبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت الله أكبر يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم اللهم استر عوراتنا يا رب وألبسنا لباس التقوى يا رب وارحمنا بترك الذنوب ما حيث رداؤك بين الناس هو عملك رداؤك بين الناس اللباس اللي بتلبسه هو عملك والناس لا تنظر إلى قضية هذه النباس إنما هي تنظر إلى أعمالك سيرتك بين الناس عبارة هي عن أعمالك اللي بتقدمها وإن كنت متحصن وتبدو أمام الناس وأنت لابس فأنت عريان ها خلي بالك القصد أن تسأل الله أن يستر عورتك أن يراك الناس على أحسن صورة يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم اللهم اغفر لنا يا رحيم الطفل الجنين له حبل سر واحد بيأخذ منه وهذا اللي يجب تأخذ بالك منه أنه الهداية من الله الإطعام من الله اللباس من الله المغفرة من الله خلي بالك هذا الحبل السر يجب أن يكون دائما مرتبط مع الله سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على قلبي أتقى رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء وإخواننا زي ما بقول لي واحد من الاخترية ربنا لما خلق السماوات والأرض قال يا جماعة تعالوا معاي سعدوني أبدا مسكين إحنا مسكين في تصورنا لله يا أخواننا لو كل هذه الخلق عبدت وأطاعت الله ما زاد في ذلك في ملك الله شيء ولو أن كل هذه الخلق فجرت ما نقص ذلك من ملك الله شيء ولو أن كل هذه الخلق من إنس وجن وملك وفلك يجتمعوا كل في صيد واحد وسأل كل واحد بده مسألة أنا يا رب بده أتزوج هذا بده سيارة وهذا بده بيت وهذا بده فأعطيتهم ما نقص ذلك من ملك شيء يا الله اهدنا إليك يا رب وعرفنا عليك اهدنا إليك وعرفنا عليك يا رب إحنا مش عارفين الله لحتى الآن إخواننا هذه الجهالة التي تدور حول قلوبنا ورؤوسنا شياطين الإنس والجن تجهلنا بأمر ربنا وبقدره وبأسمائه وبصفاته إنما هي أعمالكم أحصيتها لكم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا يا رب اجعلنا ممن يجد خيرا عندك يا رب فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا واغفر اللهم لنا ولوالدين وصل اللهم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة